الزبط ما هو دام يخليني أسأل حضرتك إزاي حضرتك أهلا بيك أهلا بحضرتك في نوارنا والله يخليني أسأل حضرتك التعاقد بقى مع شركة هولندية تحديدا وإنها تبقى هي المشرفة على الموضوع إيه الاستفادة اللي احنا هناخدها من ده تحديدا أولا التجربة الهولندية هي تجربة نكحة جدا على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا بنشوفهم الأوائل أو من ضمن العشر أوائل على مستوى العالم في كل حاجة في جميع الألعاب ويبنى الكلام ده في الدورات الأولمبية المجمعة اللي بتضم ألعاب كتير ألعاب فردية وألعاب جماعية واخدين بالأسلوب العلمي فمن هنا فكر النادي الأهلي أنه هو يعمل شراكة مع الشركة دي لتطوير طبعا الرياضة عموما في النادي الأهلي وبالتالي تطوير الرياضة في مصر أن النادي الأهلي أكبر مؤسسة في مصر وبينتمي ليه الكم الأكبر من الجمهور والناس والشعبية الطغية وبعدين في حاجة تانية كمان موافقة الشركة الهولندية دي أنها تعمل الموضوع ده في النادي الأهلي وأول حاجة بالنسبة لها في الشرق الأوسط بقى مش في النادي الأهلي بتعتمد أو بتراهن على إنجازات النادي الأهلي إنجازات النادي الأهلي الكبيرة خلال السنين الكبيرة مدار تاريخ النادي الأهلي إنجازات النادي الأهلي شعبية النادي الأهلي لأن دي مهمة جدا جدا معظم الولاد في السن الصغير في جميع الألعاب يحبوا ينتموا دايما للنادي الأهلي وأهلوية من هنا جاءت الموافقة من الشركة عرفها هي هتتعامل مع مين لأن الشركة كبيرة زادية يهمها أنها تخش في موضوع تنجح فيه صحيح يعني فبالتالي دي المقاومات أو دي الأساسيات اللي اختارت طبعا يعني النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي لأننا عارفين ومتأكدين من خلال إنجازات النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي الحالية أنه هو حيعمل دعم كبير قوي للموضوع وهيبقى كمان عايز ينجح التجربة عشان أول حاجة يفيد جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي وكل ينتمي من النادي الأهلي وبعد كده طبعا المنتمين لمصر كلها النادي الأهلي طبعا يعني سباق في الحاجات دي وبعد كده الأندية التانية بقى بتجري وراه تأليك أنت بتعملها تلاقي فجأة كله وأنا عايز أقول له هندن دي حاجة كويسة ياريت كله وقلد النادي الأهلي لأن ده برضو حيخدم مصر كلها ما بقاش برضو قطاع جماهير النادي الأهلي أو الحيز بتاع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر